السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخباركم ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة نرجع بقى للحاجات اللي مش موجودة كتير واللي مش موجودة في السوق وخلي بالكو الفترة اللي جاية فيه حاجات من دي كتير قوي فما تنساش تعمل لايك الفيديو سبسكرايب للقناة تفعل زراءة الجرس عشان فيه حاجات كتير قوي ان شاء الله الفترة اللي جاية من الحاجات الحصرية اللي كانت مقفولة بسبب الشحنة والحاجات دي بس الحمد لله المرة دي جايب لكو جهاز جديد الجهاز اللي معانا هو كي ثيرتي برو زوم خليفة المي ناين تي او الكي توينتي برو اللي كان عامل انقلابه وكان علامة من علامات شركة شاومي اللي شاومي بتنزله تحت سلسلة او تحت مسمة قاتل الفلاكشاب دايما بيبقى فيه فلاكشاب رئيسي وفيه قاتل فلاكشاب يلا بينا نبدأ الفيديو وتشوف كي ثيرتي برو زوم خلينا بس نبقى عارفين ان دايما فئة الفلاكشاب حاجة والفلاكشاب كيلر حاجة يعني فيه فلاكشاب حقيقي وفيه جهاز بيبقى قاتل للفلاكشاب ده بيسمى قاتل فلاكشاب هقولك ايه اكتر حاجة لحظتها لما مسكت تصميم الجهاز اول حاجة هتلاحظ ان الجهاز شكله شيك ما فيهوش مشكلة ولكن اكبر مشكلة في الجهاز هو ان وزن الجهاز زيادة انا بستعمل جهاز مي تن برو المفروض ان الجهاز فيه ايج والمفروض ان هو يبقى يعني اتعل شوية في الوزن من الكي تيرتي برو زوم ولكن الجهاز للأسف تقيل فوزن الجهاز 218 جرام وده رقم كبير جدا يعني معقول ولكن كبير برضو كنا نتمنى ان هو يكون اصغر من كده شوية الحاجة التانية مسكت الجهاز مش بريميام يعني مش هتحس انك ماسك جهاز غالي لما تمسك الجهاز من قريب خاماته كويسة ولكن الجهاز مش بريميام مسكته في ايدك ما تحسسكش ان هو فلاك شاب هتحس ان هو الجهاز رخيص ولكن امكانيات الجهاز عالية برضو الكاميرا الخلفية بتاعت الجهاز رغم ان فيها شكل جمالي وجاي بشكل مدور جديد على شاومي او مستخدمتوش شاومي قبل كده ولكن فيه بروز جامد جدا واضح في الكاميرا الخلفية وحتى لما بتركب الجراب اللي جاي مع الجهاز في الكارتونة الكاميرات بتبقى بارزة لبرة وبتبقى معرضة لانها تتخبط بشكل سهل جدا فلازم تستغنع عن الجراب اللي جاي في الكارتونة مع الجهاز وتحاول تشوف جراب افضل من اللي جاي في الكارتونة او من اللي موجود مع الجهاز الجهاز جاي بتصميم زجاجي من الامام ومن الخلف وعليه طبقة حماية كورنين جوريلا جلاس فايف فشكل الجهاز كويس وفريم تاع الجهاز من الالامنيوم كشكل الجهاز مقبول بس لما تمسك الجهاز في يدك مش هتحس زي ما قولنا ان خماته بريمية ما تحسن هو جهاز عادي من اجهزة الفئة المتوسطة العليا واخد شكل كويس بس خمات كويسة ولكن هتحس ان الجهاز ما فيهوش اي تفاصيل جمالية اما بالنسبة لشاشة الجهاز فالشاشة هنا سوبر اموليد بتيجي بكسافة بيكسلات 395 بيكسل في البوصة الواحدة وبتدعم HDR10 وعدد النتسة وعدد شمعات الاضاءة فيها هي 500 نتس بريتنس وحجم الشاشة هو 6.67 يعني تقريبا 6.7 من 10 هتلاقي الشاشة الاموليد بتاعت الجهاز مش هتديك ايحاق انها شاشة اموليد قوية يعني لما تحطها جمب شاشة الميتين برو هتلاقيها شاشة اموليد مش اللي هي نمرة واحد لا بتديك اداء كويس ولكن مش اقو حاجة يمكن بسبب ان شمعات الاضاءة قليلة في الجهاز يمكن بسبب الكواليتي بتاع الشاشة مثلا نوع ارخص شوية من المحطوط في الميتين مش عارف ايه السبب اللي مخالي الموضوع كده ولكن الشاشة لما تحط مسكها جنب الميتين ورغم الاثنين شاشات اموليد بس هتحس بفرق كبير الحاجة التانية الحفة السفلية في الجهاز الجهاز الحواف الجانبية والحفة العليا جاية تمام جدا لكن الحفة السفلية في الجهاز كبيرة شويتين يعني تحسام لازلازة كده اتخينها من دقيقات يعني واخدع عينك برضو يمكن علشان الجهاز جاي بالشاشة الكاملة او الشاشة اللي ما فيهاش اي نوتش او بانش هول او حاجة فده كان واضح بزيادة ولكن الشاشة اداءها يعني كويس قوي وما فيهاش مشكلة والوانها كويسة وفيها تشبع الوان بس مش شاشة فلاكشا كمان فيه مشكلة تانية في الجهاز ان الرفريش ريت بتاع الجهاز هو 60 هرتز مش 90 هرتز فجهاز انت بتتكلم ان تمن الفعلي من الصين حوالي 9500 جنيه رقم كبير برضو ان ما يكونش فيه 90 هرتز يبقى 60 هرتز لأ يعني دي جلت من شاومي انتو عاملين جهاز ب6000 جنيه اللي هو الكي 30 العادي كان ب120 هرتز تيجي على الجهاز المفروض ان هو الفلاكشب بتاع فئة الكي او اعلى جهاز فئة الكي ومتعمله 60 هرتز فدي يعني حاجة بصراحة مش مقبولة او انا شايف انها غلطة كبيرة من شاومي ان هو يعمل عاملة زي دي فمجمل الكلام على تصميم الجهاز التصميم كويس تصميم جهاز فيها اقتصادية عليا بس مش شاومي او انا مش متعود عن من شاومي انها تعمل جهاز تقريبا سعره حوالي 600 دولار وفي الاخر ما تحطش فيه شوية حاجات تميزه عن الاجهزة التانية خصوصا ان 10 تلاب جنيه ده سعر جهاز فلاكشب وممكن يعني تجيب بيه جهاز في بعض الامكانيات اعلى من كده ولكن هي اعتمدت على الاعتاد او المكونات الداخلية للجهاز يمكن ما عرفش الجهاز بيجي من الكارتونة باندرويد 10 واول ما طلعت الجهاز من الكارتونة كان بوجهة مي يو اي 11 بعد طلعت اربعة ايام من الاستخدام تقريبا جالي مي يو اي 12 ودي حاجة حسنت كتير قوي في اداء الجهاز وفي سرعة الجهاز واستجابته والمالت تاسك بتاع الجهاز وحسنت اداء الجهاز بنسبة كبيرة جدا وغيرت الشكل الداخلي بتاع الجهاز فتقدر تعتبر ان الجهاز بيجي باندرويد 10 مع مي يو اي 12 نيجي بقى لنقطة القوة اللي بتعتمد عليها شاومي اعتماد كامل بيجي بمعالج كوالكوم سناب درجون 865 اقوى معالج لسنة 2020 سواء في المعالجات عموما او اقوى معالج من شركة كوالكوم في الاجهزة الفلاكشيب بيجي في اجهزة تمانع 15 و 16 الف جنيه و 20 الف جنيه فدي النقطة اللي يمكن شاومي بتعتمد عليها انها تديلك معالج قوي في جهاز في فئة العشر تلاب جنيه ده شيء كويس وشيء يحترم طبعا المعالج ده حنقول برضو هو رغم ان احنا اتكلمنا عليه في كذا جهاز هو معالج سوماني لانوية واحد منهم بتردد 2.84 و 3 بتردد 2.42 و 4 بتردد 1.8 ومعالج رسوميات هو ادرينو 650 اداء المعالج صاروخي بمعنى كلمة صاروخي وخصوصا بعد كمان ما هيجي لك وجهة ميو اي 12 هتبدأ تشوف ان الجهاز بقى صاروخي بشكل زيادة فاداء الجهاز هنا في كل حاجة قوي جدا جدا في معالجة صور في العاب في مالتي تاسك في كل حاجة هتاخد اداء محترم جدا لان ده يعتبر اقوى معالج في العالم حاليا ده المعالج الاقوى حاليا في العالم ومعالج كل الفلاكشاب من الشركات مختلفة الجهاز هنا بيجي باكتر من نسخة 8 جيجا رام مع 128 جيجا وتمانية جيجا رام مع 256 جيجا و 12 جيجا رام مع 500 جيجا نوع الذاكرة هنا هو UFS 3.1 والحاجة الغريبة ان نوع الذاكرة هنا مختلف عن نوع الذاكرة اللي جاي في الميتن اللي هو الفلاكشاب بتاع شركة شاومي يعني اي نعم اللي جاي في الميتن 3.0 واللي جاي في الكي 30 برو زوم هو 3.1 اختلاف ولكن هنا هوداك نوع ذاكرة اعلى من اللي ممكن تاخده في الميتن الجهاز بيجي باربع كاميرات كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل وكاميرا تانية 8 ميجا بيكسل ودي خاصة بالتلي فوتو لان الجهاز فيه 3 اكس اوبتكال زوم يعني بيديك 30 اكس زوم فطبعا ان هو يضيف الجزئة دي في جهاز مش فلاكشاب فده يعني اعتبر من الحاجات اللي تحترم ويمكن ده الماستر سيني اللي شاومي لعبت عليه ان هي تديك الاوبتكال زوم في جهاز تحت العشر تلاف جنيه لان ما بيبقاش فيه 30 اكس اوبتكال زوم تحت العشر تلاف جنيه والكاميرا التالتة 13 ميجا بيكسل ودي خاصة بالالترا وايد اما الكاميرا الاخيرة هي 2 ميجا بيكسل ودي علشان ابعاد العزل الجهاز هنا بردو بيصور 8K وده اوبشن كويس قوي ان يديه لك بردو في جهاز فيها اقتصادية عليا شاومي لعبت في الجهاز ده على الكاميرا جهاز فيه electronic image civilization او مثبت الكتروني في التصوير الكاميرا الامامية بتاعت الجهاز هي كاميرا بوب اوب موترائز زي فئة الكي تقريبا الكي 20 قبل كده كان جايب الكاميرا للبوب اوب هنا مختلفتش خالص نفس شكل الكاميرا نفس مكان الكاميرا كل حاجة مختلفتش ولكن هنا اداء الكاميرا ممكن يكون اختلف شوية الكاميرا هنا 20 ميجا بيكسل وبتصور صور وايد وبتصور فيديو full HD 30 فريم في الثانية التصوير العادي بكاميرات الموبايل تصور محترمة جدا الكاميرا كويسة جدا فيها تطور كبير من شاومي بقت تدي تفاصيل كويسة بقت تدي صور واقعية بقت تاخد الوان مشبعة كويس جدا في الصورة واداء التصوير في الجهاز سواء بكاميرا السيلفي او بالكاميرا الخلفية كويس جدا واداء العزل في الجهاز برضو محترم يعني من الاخر كده الخلاصة انت واخد كاميرا محترمة جدا وتقدر تعتبرها ان هي لحد 15 اكس زوم شغالة معاك كويس فوق كده هتبدأ تخرف هيجي تحديثي يعدلها ولا لا ما اعرفش ولكن هي على الوضع الحالي على احدث وجهة لشاومي تصوير 30 اكس مش حلو خالص ولكن اقدر اقولك ان في التصوير العادي هتاخد افضل كاميرا ممكن تاخدها لجهاز فئة العشر تلاف جنيه كتصوير كاميرا عادية بعيدا عن الاوبتيكال زوم بالنسبة لصوت الجهاز الجهاز صوته مش استيريو ودي برضو حاجة انا عايب على شاومي فيها بقى فيها جهاز استيريو في فئة قليلة فما تجيش على حاجة صغيرة وتبوازي الخلطة الخلاصة ان انت شاومي كان المفروض انها تحط استيريو او سماعتين في الجهاز عشان حتى يبقى فيه تطور عن الجيل السابق بتاع الكي توينتي برو ولكن هنا الجهاز شغال على سماعة واحدة صوت السماعة عالي صوت السماعة مش مجسم قوي او تجسمته عادية يعني مش ده اللي انا كنت متوقع عنه كنت متوقع ان الصدمة او الحاجة اللي انا استغربتها كنت متوقع ان ياخد جهاز فلاكشيب ولكن في سعر قليل لكن في المجمل اداء السبيكر كويس جدا اداء سماعة المكالمات كويس اداء التعامل مع السماعة العادية للجهاز كويس جدا الجهاز مستشاراته جيروسكوب ماجناتك فيل مستشار التقارب البروكسامتي او الخاص بوضع سماعة التريفون على الويد كويس جدا الجهاز بفيه انفرارات بيدعم الراديو كل المستشارات شغالة في الجهاز على اكمل وجه وبرضه عايز اقولك على حاجة لو انت بتهتم بجزئة الجي بي اس هيبقى شغال معاك كويس جدا في اداء الجي بي اس حاجة تانية برضه اللي عايز اقولك عليها ان الشبكة هنا قوية ويمكن افضل من اجهزة تانية بنفس المعالج هو فكرة ان الجهاز كمان 5G انا احسه بيحسن الشبكة شوية حتى لو انشغال على 4G بس بيديني اداء كويس فالشبكة هنا من نقط القوة وحاجة كويسة جدا ومحترمة في الجهاز وسيلة الحماية في الجهاز هي بصمة الشاشة او الاندر سكريم فينجر برينت اللي جاية باداء صاروخي وشغالة كويس جدا مع اناميشن لطيف جدا وبصراحة اداء الجهاز في البصمة سواء الفيس ان لوك او بصمة الصباع او البصمة اللي في الشاشة شغال كويس قوي ما فيهوش مشكلة بالنسبة لبطارية الجهاز الجهاز بيجي ببطارية 4700 ميلي امبير مع شحن سريع 33 وات كويك تشارج 4 وشحن البطارية هنا هتتشاحن معاك تقريبا في ساعة او خمس دقايق او ساعة بالزبط وهتقعد معاك حوالي ست او سبع ساعات سكرين اون تايم خليني اقولك ان بطارية الجهاز كويسة هتديك اداء كويس هتقضي معاك حتى لو انت بتحرط في الجهاز وده بفضل المعالج وكمان هنا الشحن السريع مطاف خلينا نتكلم عن رأيي في الجهاز انا شايف ان الجهاز متطورش بشكل كبير عن المي ناين تي برو او الكي توينتي برو انا شايف ان هو حاجة معدلة عن النسخة دي ولكن كل التعديل جاي في المعالج من جوه مش شايف تطورات كبيرة كنت اتمنى ان شاومي زي ما عمل التطور ونقلها من المي ناين للمي تن يكون عندها تطوير عالي مبين الكي توينتي برو والكي سيرتي برو زوم يعني هنا يمكن مضاف عليه الزوم واللي هو انا شايف ان هو مش نقطة قوية او مش نقطة مزودة حاجة جامدة جدا ولكن في المجمل التطور بتاع الجهاز هو شوية تطور شكلي مع تطور بسيط جدا في شوية حاجات داخلية وتطور طبعا كويس في المعالج ولكن لو هتقول لي رأيي انا شايف ان الفرق بين الاثنين مش كبير قوي سعر الجهاز من الصين تقريبا بيوازي 9500 جنيه مصري اللي هو بيوازي 600 دولار وبعد ما بتجيب ده بالنسبة للنسخة اللي بنتكلم عليها النسخة الـ 8256 وهيوصلك هنا في مصر في حدود 11500-11600 ده لو انت جايبه عن طريق شراء مباشر من موقع خارجي وانت اللي قمت بتخليص الجهاز بنفسك خليني برده قولكو ان انا حابب اشكر موقع هتلي موقع هتلي هو موقع مصري بيجيبلك اجهزة من بره وبيوفرلك هو انه بيخلص كل حاجة وبيديك ضمان على الاجهزة 3 شهور ضمان ضد عيوب الصناعة وكمان بيوفرلك قطع غيار للاجهزة اللي تشتريها من عنده حتى عندهم كل الاجهزة اللي متوفرة في السوق الصيني وبيجيبوها اول باول منها الكي 30 برو زوم وهتلاقي عندهم الوان بلاس ايت برو وحتلاقوا الاوبو فاند اكستو برو وحتلاقوا البلاك شارك سري برو وحتلاقوا تقريبا كل الاجهزة اللي موجودة في السوق بره هم بيقداروا يوفروها وهم ناس مضمونين يعني تقدروا تتعاملوا معاهم وبيديك زي ما قلتلك ضمان 3 شهور ده مش موجود كتير في السوق ان يديك ضمان 3 شهور وكمان يوفرلك قطع غيار للاجهزة دي بتعتبر اجهزة بدون ضمان لو انت جبتوا مبرة توكيل ما بيقبلوش بشكرك يا رب ما كنتش طولت عليكو ارجوك تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب ولو عندك اي استفسار تقدر تصابوني في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هتلاقي لينكات بتاعتهم فيه سندوق الوصف وشكو في فيديوهات جاية وكان معاكم محمد النواوي اشتركوا في القناة